إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَمَتَ أَحْسَنُ الْعَبْدُ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ فَرَّجَ اللَّهُ جَنَّ وَعَلَى عَلْهِ قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أمي مسلم الخولاني رحمه الله أن أبا مسلم هذا وكان من الصالحين العباد استكت إليه زوجته الفقر الذي هو فيه وأنه لا دقيق تصنع منه خبزا قال الأهل في البيت مال قال الدينار واحد قال أعطني إياه أشتري لكم به دقيقا وخرج إلى السوق لأشتري بهذا الدينار دقيقا لما وصل إلى السوق قبل أن يشتري الدقيق جاءه رجل سائل عليه المسكنة ظاهرة بادية فأعطى أبو مسلم للسائل الديناء ولم يبقى في يديه شيء لم يبقى في يديه إلا الكيس الذي خرج به من بيته ليشتري ويضع فيه الدقيق فعمد إلى صاحب خشب ونجارة فأخذ نجارة الخشب وملأ بها الكيس وحمده على ضغره وعاد إلى بيته ألما عاد إلى بيته وضعه بين يدي مرأته وتنحى في غرفة أخرى ينتظر قدر الله ما هي إلا برهة وإذا بالمرأة تأتي له بالخمس فقال لها من أين التي الدقيق قالت سبحان الله من الكيس الذي أتيت به فسكت وأخذ يأكل وهو يبكي فالله جل وعلا قادر على كل شيء ولا ندعو بهذا إلى أن يقعد الإنسان في بيته أو يتبع طرائق غير محمودة لكننا نقول إن حسن الظن بالله جل وعلا من أعظم العبادات وأجل الطاعات وبه ساد من سات من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أولياء الله إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد